دكتور سعيد تسيطر حركة طالبان على البلاد منذ عشرة أشهر وحتى اليوم وتقوم على أمور الناس ما مدى قبول الشعب الأفغاني اليوم لحكومة طالبان وقد جربت خلال عشرة أشهر الماضية حقيقة الشعب الأفغاني بشكل عام إنهم يقدرون جهود الحكومة الأفغانية الجديدة وخاصة في مجال الأمن حيث تتمطى حاليا أفغانستان في كافة المناطق بشكل واضح تشاهد أفغانستان وتمطع بالأجواء الأمنية التي ما شاهدناها خلال الأيام الاحتلال الأجنبي على أفغانستان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى طبعا إن الشعب الأفغاني تشاهد بأن الأزمة الاقتصادية والسياسية هذه ليست بأيدي حركة طالبان أو الحكومة الأفغانية مع أن زعماء الحركة والحكومة والمسؤولين في الحكومة الأفغانية مشاهدهم أنهم قاموا ببذل كافة جهودهم لحل هذه المشاكل الاقتصادية والسياسية بإمكاننا أن نقول أن الشعب الأفغاني بشكل عام إنهم موافقون مع جهود الحكومة خلال عشرة أشهر ولكن طبعا هناك شرذمة قليلة الذين متأثرين بالأفكار العلمانية والذين لا يريدون الحكم بأيدي علماء وأصحاب الدين فإنهم طبعا المتأثرين بالأفكار العلمانية والغربية يريدون تشويه جهود الحكومة الأفغانية الجديدة ومن أمثلة الواضحة لهذه الجحود نشاهد أن الزعماء والمسؤولين الكبار في الحركة والحكومة الأفغانية لقد بذلوا كافة جهودهم لحمل الكارثة الإنسانية التي حدثت قبل أيام وهي زلزال في شرق أفغانستان فإنهم استخدموا كافة ما كان عندهم من الإمكانيات على الميدان العسكري نعم دلت سعيد نعم دلت سعيد